موسيقى غريبة هي كرة القدم وعجيبة هي أحوالها سماها عشاقها بالمجنونة فطبقت ذلك على أرض الواقع بحذافيره فما يحدث في بطولة دوري كاس الأمير محمد بن سلمان المحترفين هو ضرب من الغرابة واللامهقون فريق الشباب الذي كان متصدرا لجدول الترتيب بعد نهاية الجولة الثامنة عشر بثمان وثلاثين نقطة وبفارق أربع نقاط عن الأهل الثاني ونقاط خمس عن الهلال الثالث أصبح الآن في وضع صعب وتراجعت نتائجه حتى فقد صدارته وتعرض لهبوط غريب في المستويات في نهاية القسم الأول كان يملك تسع وعشرين نقطة في المرتبة الثانية بعد ذلك بدأ الدور الثاني وحقق ثلاثة انتصارات متتالية كان ضحيتها فريق أبهى بثلاثة أهداف لاثنين ثم الرائد الذي تلقت شباكه أربعة أهداف شبابية مقابل هدف وحيد لتأتي الربعية النظيفة في الشباك النصروية التي جعلت الليوث يتصدرون بفارق جيد عن الأهل والهلال لكن ما حدث للفريق جعل عشقه يضعون أيديهم على قلوبهم فخسارة الفتح في الرياض دقت ناقوس الخطر لكن انتصارين متتاليين على الأهل بالثلاثة ثم على ضمك بهدفين لهدف جعلت العيون تغض الطرف عن التعثر أمام الفتح لتأتي مباراة القادسية وتعثر بالتعادل الإيجابي بهدف جعل الفريق متصدرا بفارق ثلاث نقاط عن مطارده المباشر الهلال الأوضاع الشبابية بدأت في التعقيد خصوصا بعد خسارتين متتاليتين أمام الاتحاد في جدة بهدفين لهدف ثم أمام التعاون في الرياض بثلاثة أهداف لهدف ليمكن ملاحقه الهلال من التساوي معه فيما بعد بعدد النقاط بـ 48 لكل فريق مواجهة الفريقين في الجولة السادسة والعشرين أظهرت الشباب وكأنه صيد سهل عندما خسر بخمسة أهداف لهدف وخسر المنافسة على الصدار لتليها الخسارة أمام الاتفاق بأربعة أهداف لثلاثة لتجهز على الأمال الشبابية تقريبا وقد يتراجع معها الفريق لمركز غير متوقع بعد كل ذلك لابد أن نتساءل هل ساهم الغياب الإداري خلال الشهرين الماضيين فيما حدث للفريق؟ أم أن إمكانيات الإسباني كارلوس إرنانديز أقل من الفريق؟ وكذلك هل عدم وجود البديل الجاهز واعتماد الفريق على 11 لاعباً في أغلب اللقاءات ساهم في هذا التراجع؟ كل هذه الأسئلة باتت مطروحة للنقاش فهل يعيد الشبابيون ترتيب أوراقهم وإنهاء الموسم بوضع أفضل؟ ترجمة نانسي قنقر